موسيقى أهلا بكم مستمعين في حصتكم الشهرية Libre Expression تعبير حر نحييكم ونقدم لحضرتكم هذه النشر الشهرية لأهم ما جاء من أنباء في الصحف الجزائرية لشهر ديسمبر 2016 وهذه عنوانها الرئيسية أفادت جريدة الخبر ليوم 12 ديسمبر 2016 الإبراهيم يؤكد تحسنا مستمرا لحقوق الإنسان لكنه يظل غير كاف والأستاذ مصطفى بوشاشي يعقب على تصريحات الإبراهيمي عن تحسن حقوق الإنسان في الجزائر لنفس الجريدة يوم 19 ديسمبر 2016 كما تحدثت منظمة العفو الدولية Amnesty International عن حالات موت خلال عملية ترحيل أفارقة لنفس الجريدة تبعت صحيفة الخبر قضية وفاة الصحف تامالت وعنوانة مقالاتها كما يلي يوم 14 ديسمبر 2016 صرح لوح وزير العدل حافظ الأختم أن السلطات ترفض فتح تحقيق مستقل في أسباب وفاة الصحف والمدون تامالت كما أضافت أن محامي تامالت يطالبون بالملف الطبي كتبت يوم 18 ديسمبر في نفس الموضوع أن 45 نائباً تقدموا بالاقتراح إلى مكتب البرلمان من أجل فتح لجنة تحقيق برلمانية في وفاة تامالت والقاضي السابق عبدالله هبول يصرح للخبر مسؤولية وزارة العدل قائمة في وفاة الصحف تامالت وصرح المحامي باشير مشري للخبر يوم 25 ديسمبر في نفس القضية محامي تامالت يطالبون بالكشف عن الملف الطبي لتامالت كشفت وزارة العدل يوم 26 ديسمبر في نستاش لجريدة الخبر عن أول استخدام للسوار الإلكتروني بالبحاكم الذي يهدف إلى التقليل من الحبس المؤقت أما بالنسبة لقضية الحرس البلدي التي تطرقنا لها في أعدادنا السابقة أوضح رئيس الحرس البلدي حاكم شعيب أن ما تبقى من أرضية المطالب التي تم الاتفاق عليها منذ فترة طويلة لا يزال عاغلقا لحد الآن كتبت جريدة الخبر في صفحتها الثانية ليوم 28 ديسمبر بوت في القاية من حصفة الشرطة القضائية للأمن العسكري الخبر ل29 ديسمبر 2016 في صفحتها الثانية كشفت عن إنشاء محكمة استئناف جزائية في كل مجلس قضاء أعزائنا المستمعين كانت هذه أهم العنوين التي جاءت في الصحف الجزائرية هذا الشهر فيما يخص حقوق الإنسان نمر الآن إلى التفاصيل بعد الجينجل أكد الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي يوم السبت 10 ديسمبر 2016 بأن واقع حقوق الإنسان في الجزائر في تحسن مستمر غير أنه يظل غير كاف في الوقت الحالي مضيفا بأنه لا توجد دولة في العالم يمكنها الدعاء الوصول إلى المثالية والكمال عندما يتعلق الأمر بهذا الجانب وقال الإبراهيمي على هامش تكريمه من قبل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي أسندت له الطبعة الثالثة من جائزتها لحقوق الإنسان لا أعتقد أن هناك من يدعي في الجزائر بأن الوضع مثالي لكن علينا الاعتراف بأن هذا الأخير في تحسن مستمر ولا بد على الجميع مواصلة الجهود للتوصل إلى تحقيق هذا الهدف كما تطرق السيد الإبراهيمي في سياق ذي صلة إلى عمل المحكمة الجنائية الدولية التي تأسف لتقهقر دورها حيث قال أظل مؤمنا بالقضاء الدولي لهذا كنا جد سعدة عندما تم إنشاء هذه الهيئة عام 1992 عقب يوم 18 ديسمبر 2016 مصطفى بوشاشي الحقوقي والمحامي على تصريحات الأخضر الإبراهيمي التي نوها فيها بالتحسن المستمر في مجال احترام حقوق الإنسان بالجزائر فقد قال عندما يصدر تصريح كهذا من دبلوماسي بخضوم فهذا يعني أحد أمرين إما أن الأخ الإبراهيمي يجاهل النظام أو أنه غائب عن الجزائر ولا يعرف حقيقة وضع حقوق الإنسان في أرض الواقع وخلافا للإستنتاجات التي خلص إليها الإبراهيمي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر والذي عبر عنه على هامش تكريمه مؤخرا من طرف اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في إطار الاحتفال بالذكرة من يوستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد بوشاشي في تصريح أدل به للخبر بأن حقوق الإنسان في الجزائر ليست في تحسن بل على العكس تماما مضيفا هناك تراجع ملحوظ في هذا المجال خلال العشرية الماضية سواء فيما يتعلق بالنصوص أو ما يحدد في الواقع وحسب ذات المتحدث فإن كلام وزير الخارجية السابق مردود عليه ومجانب للصواب معللا طرحه بشواهد كثيرة تؤكد حسبه تراجع احترام حقوق الإنسان وسيادة دولة القانون على غرار المتابعات القضائية التي استهدفت عشرات المدونين فضلا عن الغلق المتواصل أمام الحقوق المدنية في صورة العراقيل التي تعترض إنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية وتراجع استقلال السلطة القضائية التي أصبحت إحدى وسائل السلطة لقمع الحريات ناهيك عن استمرار منع المواطنين من التظاهر السلمي خلافا لكل دول المنطقة التي سجلت تقدما كبيرا بمجال الحق في التعبير والحقوق المدنية والسياسية وفسر بوشاشي التراجع الذي يتحدث عنه في مجال حقوق الإنسان برغبة النظام في عدم الانفتاح متأسفا بشدة لاستقالة المجتمع المدني والطبقة السياسية والنضال السلمي من أجل تكريس احترام الحقوق والمرور إلى دولة سيادة القانون دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية لوضع تشريع خاص بطالبي اللجوء السياسي ووضع حد لعمليات الإبعاد التي طالت المهاجرين الأفريقاء في الأسبوع الآخرة وذكر مكتب المنظمة بالجزائر في بيان يوم 18 ديسمبر 2016 بمناسبة اليوم العالمي للهجرة أن المهاجرين الذين لم تطلهم عمليات الإبعاد التي تمت مؤخرا هم الفئة الأكثر عرضة لإساءة المعاملة فزيادة عن كونهم عرضة لأحكام تصل للسجن بسبب انتهاك التشريعات الخاصة بالإقامة غير الشرعية فإنهم يخشون اللجوء للشرطة للتبليغ عما يتعرضون له من انتهاكات خوفا من اعتقالهم وسجنهم ومحاكمتهم ولامت المنظمة في بيانها السلطات على اعتقال بعض طالبي لجوء سياسي في الحملة التي طالت آلافا منهم في نوفمبر وديسمبر الجاري وقالت إنه من غير المقبول أن طالبي لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة اعتقلوا ومهددون بالطرد وأضافت أنه علاوة على ذلك فإن اللاجئين وطالبي اللجوء المعترف بهم لدى المفوضية لا يتمتعون بحقوق الإنسان الأساسية نمر الآن إلى قضية وفاة الصحفي والمدون محمد تامالت رحمه الله قال السيد طيب لوح وزير العد الحافظ الأختام ردا على سؤال صحفي بمجلس الأمة بخصوص مطلب حقوقيين وسياسيين والذي رفعه أيضا محامو تامالت لتذهب تحقق فيه لكنه لم يكمل تصريحه بناء على نصيحة من أحد مساعده وتوحي نبرت صوته بأنه كان يهم بمهاجمة منظمة العفو الدولية أمنيستي انتغناسيونال المنظمة الحقوقية المتهمة من قبل السلطات بالتستر على انتهاكات حقوق الإنسان في بعض مناطق النزاع في العالم ووعد الوزير في أول رد حكومي على القضية بإعطاء كل المعلومات بخصوصها مذكرا بيان المديرية العامة للسجون يوم وفاة الراحل والتي أكدت فيه أن إضرابه عن الطعام هو السبب المباشر لوفاته وقال كان البيان واضحا وتطرق إلى كل المراحل المتعلقة بالقضية حتى لا يكون هناك تأويل أو محاولة استغلال مؤكدا حرصه على الشفافية في هذه القضية وتابع قدم البيان كل التفاصيل من يوم دخول المتوفي الإضراب عن الطعام إلى غاية التكفل به على يد فرقة طيبية أفاد دفاع الصحفي المتوفي محمد تامالت بأنه سيتقدم بطلب رسمي إلى العدلة من أجل الحصول على ملفه الطبي الكامل منذ دخوله السجن إلى غاية عملية تشريح الجثة وذلك لغرض عرضها على خبير مستقل ويعتقد دفاع تامالت أن الرواية التي قدمتها إدارة السجون بخصوص الأمراض التي فتكت به في الحبس تشوبها الكثير من التساؤلات والتنقضات وقال أمين سيدهم محامي الصحفي المتوفي إلى فريق الدفاع سيقدم طلباً رسمياً إلى وكيل الجمهورية ببابلويد بالعاصمة قبل نهاية الأسبوع من أجل الحصول على الملف الطبي الكامل لتامالت وأبرز في تصريح للخبر أن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي بإمكانها معرفة وقائع ما تعرض له تامالت خلال رحلته العلاجية بالمستشفى أثناء فترة سجنه وكشف الأستاذ سيدهم أن المطلوب من السلطات القضائية أن تسلم الملف الطبي كاملاً وليس تقريراً عن الأمراض التي أصيب بها دون الأدلة التي تسندها وقال نريد كامل الفحوصات التي أجريت على تامالت كشوف الأشعة الخاصة بالجلطة الدماغية والتحاليل المخبرية الوصفات الطبية التي أصدرها الأطباء الذين أشرفوا على علاجه نريد باختصار كل ما تعلق بمرض تامالت من تاريخ دخوله السجن إلى غاية وفاته وبحسب المحامي سيدهم فإن الالتهاب الرئوي الذي قدمته إدارة السجون على أنه المرض الذي فتك بتمالت في فترة سجنه الأخيرة هو مرض تتسبب به ميكروبات داخل المستشفى وفق ما يقول الأطباء ويصل سيدهم إلى استنتاج أن هذا المرض أصاب موكله المتوفي داخل المستشفى وبالتالي فإن إدارة السجون ومن وراءها وزارة العدل هما المسؤولتان عن وفاته جاء في اللائحة التي تضمنت الاقتراح أن قضية وفاة الصحف محمد تامالت يوم 11 ديسمبر الذي كان مسجونا بناء على جنح تتعلق برآرائه ومواقف بغض النظر عن مضمونها ومواقفنا منها وظروف اعتقاله بعد عودته إلى أرض الوطن ونوع العقوبات التي طالته بناء على تكييف قضيته تتنافى مع مواد الدستور في الفصل الرابع منه فيما يتعلق بالحقوق والحريات وأشارت اللائحة إلى المواد 38-39-40-41-42 والمواد 48-50 التي تضمن حرية التعبير وحرية الصحافة والشبكات الإعلامية وحرية نشر المعلومات والأفكار والصور والأراء وتنص على أنه لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة للعقوبة السالبة للحرية والتي تستوجب تسليط عقوبات مادية فقط إضافة إلى إلغاء عقوبة تجريم الصحفي في المواد 144 مكرر من قانون العقوبات وتطرق الاقتراح الذي كان النائب ناصر حمددوش مندويا عن أصحابه إلى الحالة الصحية التي كان عليها الصحفي محمد تامالت أثناء اعتقاله وذكرت أن سجنه استمر على الرغم من الأمراض المزمنة التي كان يعاني منها والتي تمنحه حق الإفراج المشروط وإضربه عن الطعام لمدة أربع أشهر وتطهور حالته الصحية وتعالي الصيحات بأخذ وضعه الاستثناء بعين الاعتبار قبل وقوع كارتة وفت صحفي في السجن كسابقة خطيرة في تاريخ الجزائر المستقلة وتحديدا في الوقت الذي كانت الجزائر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان وأبرزت اللائحة أن هذه القضية تعتبر قضية وطنية تستوجب الوقوف والتحقيق بالإضافة إلى كونها قضية أخذت أبعادا خطيرة تمس بسمعة الجزائر وصورتها الخارجية وتشكل منعطفا مفزعا حول مستقبل الحريات وحقوق الإنسان عموما ومستقبل حرية الرأي والتعبير خصوصا وهي تمتل حالة من الخرق الدستوري والخدش للأعراف الدولية حول حماية الصحفيين وضمانات حرية التعبير واستهتار واضح بحياة الإنسان وبمهنة الصحفة أفد بشير مشري محامي صحفية الراحل محمد تامالت بأن الدفاع وعائلة تامالت يطالبان وزير العدل والنائب العام بالعاصمة بالرد على الطلبات بشأن الكشف عاجلا عن الملف الطبي للفقيد المتوفي في حكسه كشف النائب العام لمجلس قضاء تيبازا السيد جريس كبير يوم 25 ديسمبر 2016 عن الشروع الرسمي في استخدام تقنية السوار الإلكتروني ضد متهمين ماتلين أمام المحكمة الابتدائية كأولى التجارب التكنولوجية بين الدول العربية والتانية إفريقيا وذلك في إطار عصرنت وإصلاح قطاع العدلة في الجزائر وضمن مسار التطوير التكنولوجي للجهاز القضائي وقد شرعت وزارة العدل في العمل بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بواسطة جهاز إلكتروني يعرف بالسوار الإلكتروني في إطار إجراءات الرقابة القضائية والتقليل من إجراءات الحبس المؤقت وهو ما يندرج حسب المصدر ذاته في مسعى تقوية مبدأ قرينة البراءة التي كانت محل إصلاحات أوصى بها رئيس الجمهورية لتعزيز الحريات وحقوق الإنسان وهو ما عملت على تنفيذها وزارة العدل عبر المديرية المركزية للعصرنة وتراهن وزارة العدل على إدخال نظام السوار الإلكتروني إلى المحاكم الوطنية لغايات متعددة منها تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية والتقليل من إجراءات الحبس المؤقت في إطار تدعيم الرقابة القضائية وتوسيع نطاقها وضمان احترام المتهم التزاماته والمساهمة في حسن سير إجراءات التحقيق أوضح رئيس تنسيقية الوطنية للحرس البلدي حاكيم شعيب أن ما تبقى من أرضية المطالب التي تم الاتفاق عليها منذ فترة طويلة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية لا يزال عالقا لحد الآن على غرار منحة الخروج والزيادة في منحة المعاش ودراسة ملف المشطوبين وتخصيص حصة من السكن لمنتسبي الجهاز المحل والتكفل الطبي بدحايا زيوت الأسكرال بالأغواط الذين رفضوا استلام منحة المرض التي حددتها الحكومة بأربعة ألاف دينار أوضح حاكم شعيب في اتصال هاتفي مع جريدة الخبر أن وزير الداخلية نوردين بدوي أكد له في آخر لقاء معه قبل نحو الشهر أن يكون اللقاء المقبل الذي كان مرتقبا عقده نهاية الشهر الماضي مع كفة ممثلي الولايات المنظمين تحت لواء التنسيقية وأضاف حاكم شعيب أن الوزير طلب منهم التريط واعدا إياهم بغلق هذا الملف نهائيا يتضمن قانون المالية لسنة 2017 الذي تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولار زيادات في الرسوم والدرائب تخص عدة مواد استهلاكية ودرس وصادق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 28 ديسمبر على مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون إجراءات الجزائية ويقترح النص تعزيز ضمانات محاكمة عادلة لسيما من خلال التأكيد على مبدأ قارنة البراءة والتوضيح بأن الشك يفسر في جميع الأحوال لمصلحة المتهم والتوضيح بأنه لا يمكن متابعة أو محاكمة أو تسليط العقوبة على شخص مرتين بسبب نفس الأفعال وأن السلطة القضائية تظهر أثناء كامل إجراءات المحاكمة على محاكمة حقوق المتقاضين كما أدرجا من شروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية أحكاما لاستحدات محاكم الدرجة الثانية التي أقرها الدستور المراجع من جهة أخرى سيعزز مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقابة القاضي على الشرطة القضائية التي سيخضع مجموع ضباطها على اختلاف فئاتهم لإجراءات التأهيل وللموافقة المسبقة للنائب العام المختص إقليميا لمباشرة مهامهم ودعا رئيس الدولة رئيس المجلس الأعلى للقضاء القضاء إلى ممارسة كل الصلاحيات التي يخولها لهم القانون لضمان احترام حقوق وحرية المواطنين عموما والمتهمين على وجه الخصوص كما صدق مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية والمصادقة أيضا على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على اتفاق قرض بين بلدنا والبنك الإفريقي للتنمية ويتعلق الأمر بقرض قيمته 900 مليون أورو بنسبة فوائد تفضيلية معتدلة يسدد على مدار 20 سنة منها 5 سنوات مؤجلة وبعد ذلك استمر مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير شؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجماعة الدول العربية حول تجربة الجزائر من حيث دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب إن نجاح هذه المساهمة حمل وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون على قطاعات أخرى على تحضير كتاب جديد موضوع العرض الحالي أمام مجلس الوزراء والذي يحمل عنوان دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب التجربة الجزائرية ويعالج هذا الكتاب في مجال مكافحة الإرهاب بشكل خاص البعد العالمي لمكافحة الإرهاب سياسة المصالحة الوطنية وتمتين المرجعيات الدينية للبلاد قدم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المصالحة وزير الدفاع الوطني التحية لضباط وضباط الصف وجنود الجيش الوطني الشعبي وكذا إطارات مستخدمي مصالح الأمن المجندين من أجل أمن التراب الوطني والمواطنين والأملك معربا لهم عن عرفان الأمة لتفانيهم والتضحياتهم في الإطلاع بمهامهم النبيلة بوتفليقة يمنح صفة الشرطة القضائية للأمن العسكري وفق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 28 ديسمبر برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون القضاء العسكري يقترح النص الجديد إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي مع استتناء من اختصاص القضاء العسكري مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص المدنيين الذين ستوكل المهمة إلى الجهات القضائية المدنية في إطار القانون العام كما يمنح مشروع القانون الجديد بحسب بيان مجلس الوزراء صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري بعدما جردوا منها قبل أشهر على خلفية التحقيقات التي أجريت في قضايا طالت مسؤولين كبار وعقب الموافقة على المشروع أعرب الرئيس بوتفليقة على ارتياحه لهذا التقدم الجديد في مجال إصلاح العدلة وضمان حقوق المتقابل اشتركوا في القناة